اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة الجزيرة مباشر في هذه التغطية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة سنصحبكم في جولة داخل أسواق البلدة القديمة لنابلس لنرصد حركة البيع والشراء والحركة التجارية في هذه المدينة نبدأ بالحديث مع أحد تجار هذا السوق نتعرف أحضرتك علي التيتي بائع حلاوة صانع وبائع حلاوة سيد علي حضرتك كتاجر من تجار البلدة القديمة كيف تصف لنا الحركة التجارية في مدينة نابلس هذا اليوم اليوم بقدر أقول أننا فيه نتفت حركة اليوم بسبب ما جاء إخواننا في العرب الداخل بما أنه عندهم انتخابات ايش عندنا هنا؟ أما بقيت أيام الأسبوع والله هي حركة ضعيفة جدا ما الأسباب برأيك التي تجعل الحركة التجارية وحركة البيع والشراء الضعيفة كما تقول في مدينة نابلس ما الأسباب التي تؤدي لذلك؟ انعدام الأفق السياسي بالدرجة الأولى طبعاً إحنا بعد ما صراحوا بصفقة القرن وليس صفقة القرن والوضع تكركب بالزيادة هو كان هم كركب أصلاً تكركب بالزيادة حركة اقتصادية سيئة أثر على الاقتصاد الأفق أفق إنما فيه الناس خايفة تقول لك شو عايش مقبلين إحنا طبعاً الحمد لله رب العالمين إحنا موجود مرابطين صامدين بس كحركة تجارية معدومة حضرتك كتاجر في هذه المنطقة ممكن تحكي لنا أكثر كم صر لك كم سنة هون بتبيع في هذا المحل وكيف كان الوضع سابقاً وكيف الوضع حالياً هل فيه تحسن كام أم الوضع يزداد سوءاً والله الوضع كوضع أنا صري هون بالضبط 25 سنة والله الوضع من سيء إلى أسوأ من سيء إلى أسوأ حركة اقتصادية زي ما أنت شاهد في البلاتيف حتى يعني اليوم بقلت لك أنا في نتفت حركة بس تطلع المفروض النابلس القديمة تكون تعجب الناس طبعاً نرجو من الله أنه يتحسن الوضع شكراً جزيلاً إذا مشاهدين كما يقول هذا التاجر الوضع السياسي عموماً يؤثر سلباً على الحركة البيع والشراء وهذا ربما يلقي بظلاله على المقدرة الشرائية للناس هنا نتحدث مع التاجر آخر أنت عرفها حضرتك؟ عمر موناء أب خالد سيد عمر حضرتك شو بتبيع هنا وتحكي لنا أكثر وكم صر لك في هذا السوق؟ صر بهذا السوق حوالي 35 سنة طبعاً كنا تجارهم معروفين بالسوق قد هيك خمس مرات هلأ انتهت التجارة انتهت بسبب الفوضى التجارية الموجودة الاستيراد، لا يوجد تنظيم، ادخال البضائع محلات، انسى، المحلات بتكتروا، السكان بكتروا بس القوة الشرائية وطمع الزبون وتنقايته للإبضاع الغلط هذا اللي عملوا الفوضى يعني هلأ منجيب الإبضاع احنا منبيع ومنشتري نبيع ومنشتري ممكن بعد الأيام البيع ممكن ممتاز بس المرابح ما في مرابح فيش مرابح لأنه صار زبون نشتري الإبضاع اللي احنا منجيبها ومنشريها من الخليل صار يشتريها بالتنزيلات نجيبها ونحطها من المضاربات الموجودة والفوضى الموجودة بالسوق بتضل عنا لآخر الموسم وآخر الموسم نضطر نبيعها بنص السعر أو بتلتين السعر يعني زي ما فوتنا خرجنا نابلس كانت قديما يعني يشارلها بأنها قوة اقتصادية معروفة وكانت تنتج في مجال النسيج والأحذية والملابس الآن كما تقول في مجال المنافسة وبوجود بضائع صينية وبوضائع مستوردة هل هذا يؤثر سلبا؟ سوف أنا كان عندي مزغة لأنتج كميات كبيرة هذا الحكي بجوز من عشرين سنين فلما أنا كنت أنتج أول إشي اليد العاملة كانت تستفيد أنا كنت أستفيد لما دخلت البضائع الصينية بدون تنظيم البضائع الصينية منيحة بتساعد الجمهور بس دخلت بدون تنظيم بدون كميات هائلة اللي بتدخل على السوق قضت على السوق أولها أنا بس كنت أستورد وأبي أضف كلها كنت أدخل كنتينر أدفع عليه جمرك ستين ألف شكل وسبعين ألف شكل كنتينر هيك وأدفع عليه ستين وسبعين ألف شكل أنا أربح والدولة تربح والناس كلها تربح ونقس سلعة أدخل داخل الصين أطير طيران داخل الصين أكتر من هون للصين أنا أقس سلعة عندي في أحفظ على الإبضاء أجيب الجودة اليوم الزناس بتطلع بيجيب بنقوا خمة الإبضاء فضلش المنافسة حتى الرأس المالي اللي كنت أشتغل فيه التاكل اليوم فوضى اقتصادية كبيرة بدون تنظيم بدون مسائلة قانونية بسبب يعني الناس نقول لك ندل نحط الإشي على الاحتلال بسبب الاحتلال لأن الاحتلال لو حافظت السلطة ومسكت الموضوع ومسكت التجارة الاحتلال بفلتها من طريقه بطريقة تانية فغصبا عننا احنا ظروف اللي عايشينها في ظل الاحتلال حتى لو تشوفوا السلطة هون السلطة تحافظ وتمسك الموضوع إسرائيل بتنفس بطريقة تانية بتدخل بضعفة بتصور رايح ضل الوضع عندنا هيك طالما احنا تحت احتلال برأيك حل كأحد الحلول التي قد تكون ممكنة لحل هذه الاشكالية ومن أجل انعاش الحركة الاقتصادية مجددا في نابلس ماذا يمكن أن يكون هناك حل بوجهة نظرك سوف احنا بنتمنى للصين انه المرض هذا يروح لأنه شعب بساندنا وشعب معنا بس بتصور الايام الجاي اذا ضلت هذه الازمة الصحية تتأخر وتخفي البضاعة بالسوق وبعدها اذا عملت السلطة تنسيق وتدخيل البضاعة بكميات اقل من ما هي موجودة بتنظيم بتصور انه الكل راح يستفيد ومتابعة متابعة على كل شي كميات بسيطة تدخل المصنع بشتغل يعني هلأ مصانع الخليل ثلاثة رباعة هون اللي كانوا يبيعوني بشتغلوا عمالي باسرائيل والموجود بشتغل ببلاس واحنا منشتغل ببلاس كلنا منغضهم التاجر والتاجر الكبير السمكة الكبيرة عم تاكل الصغيرة بيجي بيجي بيبعو لك اول مبارح عم ببيع شغلي بستين شيكل انا شاريها بخمسين بتفاجأ بعض المؤسسات الكبيرة بنابلس بتبيعها بثلاثة وعشرين شيكل بخمسة وعشرين شيكل طب انا لما بدأ استوردها قداش بتكلفني هو بربحي باشياء تانية بدخل بكنتينيرات ووضايا واشياء تانية بمخفية بضروب لي بصنعتي بمساح لي بسوقي يعني الناس صارت بفوضى الاقتصادية خربشت الامور كلها انا بالتجارة صلي خمسة واتعتين سنة مش يوم بالصناعة عابلها عشرين سنة مع انه عمري سبعة وخمسين وانا سبع سنين بشتغل اليوم يعني عملت اشي بسيط ولكن دولك مستورة بس الله اين شباب اليوم اللي بدها تبلش بمستعبد جديد يعني انا بفكر فيهم اكتر ما بفكر بحالي وشكرا لك شكرا جزيلا لك اذا نتابع معكم مشاهدين هذه الجولة في اسواق نابلس القديمة كما استمعنا للتجار معظم التجار هنا يشتكون سوء الاوضاع الاقتصادية والذي يلقي بذلاليه سلبا على حركة التجارة هنا البعض يقول ان ربما تفشي المرض الكورونا اثر سلبا ايضا هناك الاوضاع السياسية خصوصا بعد الاعلان عن صفقة القرن وتفاصيلها ربما هذا ايضا اثر سلبا بجوانبه الاقتصادية والقى بذلاله على حياة الناس نتحدث مع تاجر اخر هنا نتعرف حضرتك حيا اخوة سيد ابو علي حضرتك كتاجر احذية تحكينا شوي عن مجال تجارتك والنابس كانت معروفة في مجال صناعة الاحذية كيف هي موضوع صناعة الاحذية حاليا كيف هي حال التجارة حال التجارة في وقت الحالي مع دوما سفر احنا بدأنا بلاش نهو من ال78 والحمد لله رب العالمين كانت منيحة ودهب ومسطورة يعني باخر السنين هاي يعني كتير كتير ضعضانة اوضاع كتير كتير رجعت الوراء اوضاع الاقتصادية والبيع والشراء سفر بوجه نظرك شو الاسباب اللي او اصرت الحالة الاقتصادية لهذا الوضع السيء الاسواع اتوسعت يعني عندك نابلس تقول من عند بيت وزن عند اخر شيء عند حوارة كلها بضايع وكلها محلات وكلها مليانة كل اشي فيها الحركة تجال كتير ضعفات هون يعني كتير محلات وكتير صحابين محلات مش بيخلوا محلاتهم باس مستعدين نهاجهم هالبلد قدمهن مقنوقين ومزنوقين من جهة اخرى يعني بحسب وفق تعاملك مع الزبائن والمشترين في هذا السوق كيف بتشوف مقدرة الناس على الشراء في هذه الايام الناس بدها ايش رخيص ومن يحكون لان السيولة محلات كتير خفيفة صارت والمؤسسات مأسر علينا بالنسبة لبرة المؤسسات الكبيرة بتاع معمالها عروض بعشرين وثلاثين شاكل البوت ونحن هون بناخد بخمسة وعشرين وثلاثين شاكل كيف نقدر نبيع فكتير متأسرين شكرا عدمت هون في السوق كمان كداخل البلد كل الناس تركيزها على برة وعلى المؤسسات وعلى المولات الكبيرة والله يكون بعون للناس شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا إذن نتابع معكم مشاهدين هذه الجولة في خان التجار حيث نتجول حاليا في هذا الخان تنتشر يوجد عشرات المحال التجارية تنتشر على جانبي هذا الخان تبيع العديد من المنتجات الملابس والأحذية والمأكلات والحلويات وحتى بعض الحرف القديمة كما يتعلق ببيع الأعشاب والعطارة وغيرها نستمع لأراء التجار هنا الجميع يتحدث عن أوضاع سيئة كحركة اقتصادية وحركة تجارية ورغم ذلك نشاهد الحركة لغاية الآن ما تزال مستمرة رغم أننا في نهاية نهار هذا اليوم والأسواق ما تزال مفتوحة لغاية الآن يعتبر هذا السوق هو شريان حياة للبلدة القديمة في مدينة نابلس يفتح أبوابه يوميا منذ ساعات الصباح الباكر وحتى ساعات الغروب بعد ذلك تقفل أبواب المحلات هنا وتعود الحياة هادئة تماما بانتظار اليوم التالي لتفتح المحلات مجددا نحاول الآن استطلاع آراء بعض الزوار هذا المكان وبعض من يزور هذا المكان نتعرف حضرتك أهلا وسهلا مجد الشيخ ياسي من نابلس كل احترام أستاذ مجد حضرتك كزائر لهذا المكان وكمشتري ربما تتبضع وتتسوق ما الذي يلفت نظرك أكثر ما الذي يدفعك للقدوم لخان التجار للشراء من هنا وترك الأسواق الخارجية خارج البلدة القديمة والله إحنا أنا ابني البلد هنا وبفتخر أنه بالمحلات أكاديمة طبعا تيجي أرخص لأنه تيجي تكلفتها أرخص على التاجر نفسه ما يدفع خلوات حتى بره لما يكون غالي هو معزور بدو صاحب المحل بره خارج المحل لأنه يدفع ألوف ما لو أخلوات طبعا هو هون طبعا تيجي محلات شعبية ومحلات أرخص والتجار طبعا طبيعة أهل نابلس هون طيبين ثماء بره أو بداخل أو بخارج عن هنا فأهل وسهل بالجميع مرحب بجميع من دار هذه البلد الطيبة أهلها وأهل وسهل فيكم جميعا إن شاء الله مرحب فيكم كل يحترامي لك شكرا جزيلا شكرا إذا مشاهدنا كما استمعنا الكثير من الزوار هذا السوق القديم يفضلون القدوم إليه والمجيء للتبضع والتسوق بسبب الأسعار الرخيصة هنا وبسبب توفر الكثير من البضائع ترجمة نانسي قنقر